أتأكد على ضرورة إبقاء ليبيا بعيدة عن تدخلات الخارجية والتصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسطة نفوذها على حساب النطاق العربي هذا ما أكده وزيراء الخارجية المصري سامح شكري والسعودي الأمير فيصل ابن فرحان استقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحة العسكرية وجعل هناك مجال لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية ولكن هذه العملية لا بد أن تأتي بعد هذه الفترة الطويلة والمعاناة التي عاناها الشعب الليبي لتتناول كافة القضايا المرتبطة بالحل السياسي المشاورات جاءت في إطار طرق التصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسطة نفوذها على حساب النطاق العربي فمصر لا تسعى للتصعيد في ليبيا وتعمل على إيجاد حل سياسي بحسب وزير الخارجية المصري موقف مصر هو موقف يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار استطرد وزير الخارجية المصري موضحا موقف مصر الذي عبر عنه رئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يهدف للتصعيد وإنما الاستقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحية العسكرية وإيطاحة المجال لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية الموقف المصري هو موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلية الذي عبر عنه خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 20 يونيو تطابق المواقف بين الرياضي والقاهرة لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة فمصر ستبقى دائما الشريك المحوري للمملكة بالمنطقة هذا ما أكده وزير الخارجية السعودي نحن واثقون أن بهذا التنسيق سوف نستطيع الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون في المجال الثنائي وأيضا دفع الحقيقة حل المشاكل العربية من خلال منظومة العمل العمربي مشترك التي مصر والمملكة هي عمودان أساسيا فيه زيارة وزير الخارجية السعودي جاءت لمصر لبحث مستقدات القضايا الإقليمية خاصة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق فمسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلكم القضايا من مصر محمد عبد العال